ترجمة نانسي قنقر الذوهم الجماعات الأرهابية أن نسلمون من جماعات الأرهابية دخلوا في الحروب الأهلية فهم يتنقلون من معاناة لمعاناة ولهذا السبب ارتعت قيادتنا الرشيدة وأنهم يعلنون عن حملة لصالح النازحين الصوماليين اللي بالفعل أعتقد أن هذه الحملة أتت في وقتها لأنها بتخدم غطاعات كبيرة ومتنوعة الله سبحانه وتعالى سخر الإمارات رحمة لأشقائهم رحمة لباقي الدول العربية نشاركهم لقمة عيشنا نشاركهم ملابسنا نشاركهم في طبعا لقمة حتى الماء اللي نشربه هاي هي الإمارات وهذا اللي ربانا عليه زايد وهذا اللي زرعه فينا أبونا زايد اليوم الحمد لله اللي زرعه فينا أبونا زايد وربانا عليه قام يأتيه بثماره وهي تلال الأحمر الإماراتي تدعو جميع فئات المجتمع لمشاركة ذات الحملة الهدف من هذه الحملة هو توفير المياه اللازمة للشرب توفير لغذية المناصبة للشعب الصومالي توفير المعدات الطبية والأدوية الطبية ومكافحة الكوليرة إضافة لذلك العديد من المشاريع التنموية كمساكن ومدارس وتعليم هناك عدة طرق للتبرع لهذه الحملة طبعا عدة غنوات منها عبر حسابات المصرفية المشاركة لنا في هذه الحملة موجودة في الأرقام في المنشورات العبر الحسابات الإلكترونية هي عبر التويتر والإنستغرام وكذلك الفئة المستهدفة هي شريحة المجتمع أن كانوا مواطنين أو مقيمين للمساهمة في عمل الخير لأجل كياسومال لأجل كياسومال حملة الهلال الأحمر الإماراتي لغاثة هذه الدولة التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة ولتتصدى القيادة الإماراتية لهذه الظروف وتمديد العون من مقر الهلال الأحمر الإماراتي مشعل البلوجي بوابة العين الأخبارية أبل دبي